موسيقى اليوم راح نحكي في اختيار المجال الانسب للعمل الحر عبر الانترنت اول شغلة لازم تعرف على المجالات المتاحة العمل فيها عبر الانترنت عشان تعرف المجال الانسب للعمل الحور عبر الانترنت لازم في الاول يكون عندنا نظرة شاملة على شو في مجالات اصلا متاحة فالمجالات المتاحة البرمجة التصميم طبعا البرمجة بتشمل الموبايل والويب والديسكتوب يعني برمجة التطبيقات الموبايل برمجة مواقع الانترنت برمجة تطبيقات سطح المكتب بالاضافة لوجود الاعمال الادارية ممكن تشغل شغل اداري على مواقع العمل الحرى بالانترنت زي الديتا انتري ادخال بيانات المساعد الافتراضي يسموه شخص بساعد اشخاص في قيام باعمالهم اونلاين يعني التصويق والمبيعات بالاضافة للك في عنا زي ما حكينا في الاول التصميم هذا فيه لأفرع كتير 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 والمنافسة عليه شارسة جدا بعض الامور اللي بيغطيها التصميم اللي هي تصميم الحركات تصميم الويب بالاضافة لموضوع الاستشارات لو انت عندك خبرة في الاستشارات القانونية الاستشارات المالية والاستشارات التقنية بامكانك تشتغل اونلاين في العمل الحرى بالانترنت برضو من المواضيع الكتير مطلوبة اونلاين موضوع الكتابة انت ممكن تستغل مهاراتك في الكتابة تكتب مقالات تترجم تعيد صياغة مقالات او تعيد كتابة مقالات تشتغل في الاس اي او او تحسين محركات البحث وكتابة مقالات لمحركات البحث فالمجالات واسعة جدا 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 ترجمة نانسي قنقر